اقضى مجلس الشورى جلسة العشرين المجلس في دور العقاد الرابع من الفصل التشعى الخامس برئاسة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني رئيس المجلس ووفق المجلس على المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الذي يهدف الى تطوير عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين من خلال افساح المجال امام المحاكم للتعامل مع الدعاوة المقامة امامها بلغات اخرى غير اللغة العربية المعتمدة رأست سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى اعمال الجلسة العشرين للمجلس في دور العقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وقد ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية والذي يهدف الى تطوير عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين من خلال افساح المجال امام المحاكم للتعامل مع الدعاوة المقامة امامها بلغات اخرى غير اللغة العربية المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم كما تم مناقشة المرسومة بقانون رقم 28 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ناقش اليوم المجلس الشورى مرسومين بقانون مرتبطين في بعضهم باعتبارهم خاصين في اجراءات التقاضي وايضا النظام العدلي في مملكة البحرين المرسومة الاول كان متعلق في السلطة القضائية يتم استخدام اللقاء الاجنبية بالاتفاق معين اطراف المنازحة المرسوم الآخر الذي تم مناقشته هو المرسوم المتصل بأعمال الخبرة وحقيقة ادخلت تعديلات جوهرية في باب الخبرة الوارد في قانون الاثبات حيث اناط الى المتقاضيين سواء قبل رفع الدعوة او اثناء تداول الدعوة بان يتم اختيار الخبير الملائم والمناسب بحسب طبيعة الدعوة المنازعة بمجملة يعتبر فعلا هذين المرسومين طمأنة بالنسبة للاجراءات المبادرات التي دعا اليها ايضا ولي العهد وثمت الرئيس مجلس الوزراء وثم اعتمادها كسبع مبادرات استراتيجية لتطوير النظام القضائي في مملكة البحرين بعدها ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة رغم واحد من القانون رغم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياط للاجراء القادمة هدف من هذا هو ثلاثة هداف رئيسية التي يكمن وراء هذا التعديل الهدف الاول هو الادارة الحسنة والاستثمار الامثل وهذا يتعين تعسيس تشكيل مجلس ادارة من دول الاختصاص من القطاعين العام والخاص والنقطة الثانية على أن يجب أن يكون هذا الصندوق يخضع إلى ديوان الرخابة المالية ويدقق وبناء على نتائجها توصلنا للنقطة الثالثة وهي تقديم تقرير سنوي إلى مجلسي الشيورة والنوام هذا ويواصل أبناء مملكة البحرين في السلطة التشريعية على تحقيق أهداف ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين والسير بخطة ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات والتجديد والتطوير من أجل خير ورفعة اسم وعلم مملكة البحرين ومستقبل الأجيال القادمة مجلس الشورى يناقش مرسمين بقانون للسلطة القضائية ويتخذ التدابير التشريعية لطمأنة المستثمرين وذلك عبر إضافة اللغة الأجنبية في القضاء ما سيحقق الأهداف الاستراتيجية لتلك المبادرات التي دعا إليها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة